السلام عليكم حل التمرين 12 صفحة 228 من درس الرباعيات الخاصة التمرين يجب أن نشيء مستطيلا A B C D بحيث A B 6 سنتيمتر و A B C 3 سنتيمتر لتكون E منتصف A B و F منتصف C D يجب أن E B C F 4 ثم يجب أن E C يجب أن E C F يجب أن E D قم invested in E C ثم يجب أن U B اجب أني نشقع و يجب أن يقوم أنه سوف نرهم بأنهم دون cohat أظن أنه سهل و اي واحد يمكن ان ارسمه مطلوب منه ؟ ق dwellشاء او القطعة من próxima قطعة ابا , ثم ابسي بسي سنتيمتر ان في القطعة الرباعي هنا من العمل واحد انه الرباعي مستطيل اذا ابسي سيكون هنا سيكون تعامد جميع زوايا المستطيل قائمة هنا سيكون تعامد وهنا سيكون تعامد هم سيكون هده هيا يجب تردو به ثم منتصف أبا يمكن أن نضعه ب بركار أو الباسترة بكل سهولة بما أن أبا بيه 6 سنتيمتر إذا المنتصف هو 3 سنتيمتر ثم منتصف ديالة بنفس الطريقة ونضع نقطة F سؤال يمكنك أن أبا بي سي اف مربع لتبينه مربع أول حاجة الاصل الرباعيات يكون رباعي بينه متوازي الاضلع من المتوازي الاضلع نحاول نرى كمرة هو مصطيل الى نجحت انني بينه مصطيل نحاول نقلب وجدك المصطيل عنده وجدك المصطيل وجدك المصطيل عنده دلع كله ضلعين متتابعين متقايصين الى قطاع فهو مربع واضحة اذا هل سوف نقوم بسؤال الاول اولا نحاول نبينه انه متوازي الاضلع حاول نتبعه معي الحلم لدينا ا منتصف ا منتصف ا منتصف ا منتصف ا منتصف ا منتصف الان ا منتصف ا منتصف إعطاني جوج الحوايج ا اولا اذا ا تنتمي القطعة للقطعة A B و A E كتساوينا E B نفشي F منتصف D C إذن F تنتمي للقطعة D C و D F تساوي F C وبما أن A B C D مصطيل إذن كيف يكون في المصطيل كنعرف أن الأقطار متقايصة أو للأضلاع لديها البلوتو متقايصة وبما أن A B C D مصطيل إذن A B تساوي D C و A D تساوي B C مصطيل إذن إذا كانت عندي A B كتساوينا D C و E منتصف A B و F منتصف D C إذن E B را كتساوينا F C و E F تساوي B C إذن ومنه كل ضلعين متقابلين في الرباعي E B C F كل ضلعين متقابلين في الرباعي E B C F متقايصة و كي نحتى التوازي و متوازيا إذن هذا السينتاج مهم إذن E B C F متوازي أضلاع أضلاع ما بيناش E B C F متوازي الأضلاع مازين دابعنا بينا متوازي الأضلاع خاصنا زاوية قائمة وغيرو لنا مستطيل منعنجب الزاوية القائمة من المستطيل A B C D وبما أن A أولا نكسب اسمية لا من ديرو بما أن A B C D مستطيل أذكرناها وبما أن زاوية A B كتساوي 90 دراجة إذن E B C F مستطيل إذن E B C F مستطيل ولدينا ومعليش أعطونا القياسات باش نخدموهم ولدينا E B كتساوينا B C كتساوي C F تساوي E F كتساوي 3 سنتيمتر 3 سنتيمتر إذن كل ضلعين متقابلين أو لكل ضلعين متتابعين متقايصين إذن المستطيل E B C F مربع لأن كل ضلعين فيه متتابعين لأن كل ضلعين متقايصة وهذا نجاوبنا على السؤال الأول السؤال الثاني أشفي السؤال الثاني قلت هي استنتيج أن E C عمودية أو التي تساوي B F E C سنتيج أن E C تساوي B F أرجع الشكل أشوف E C التي تلقيت على هذه أخرى تساوي B F ما هي أساة و ما هي B F هما أقطار من هذا المربع هذا E B C F و ممكن أن نعرف على أقطار المربع كيف يكون متعامدين و متقايصين بما هي أساة 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 بما هي أساة B F وضحة سؤال ثاني واللي كان فيه الغلط خاصنا نبينه أن أدي عمودي على أساة أساة سؤال ثاني بيين أن أدي عمودي على أساة 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 لدينا القطعة أساة أو أف هي واسط كل من القطعتين أدي واسط وبالتالي أف هو محور تماثل لماذا نذكر المحور تماثل لن نبين أن أن هذا أف يقسم المساطيل على جوج يعني أب أب س مربع وحتى أب أف تهور مربع هذا كيف أجدكار محور تماثل هو محور تماثل المساطيل أب س د وبما أن أب س مربع مربع إذن أب أف د مربع كذلك أس س قطر في المربع أب س أف و أد ره قطر في المربع أب أف د ورهو متقيصين ولدينا أس قطر المربع أب أب س أف و أد قطر المربع أ أف د أب مربع أف مربع أف 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 مربع ومنه المثلث متساوي الساقين رأسه 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 مثلث متساوي الساقين يعني عنده جوج الأضلاع متقايصة قرأنا في المثلثات الخاصة واحد الخاصية مهمة ومنه المثلث متساوي الساقين إذن الزاويتين يكونون متقايصين إذن حسب الخاصية EDC زاوية القاعدة تساوي ECF تساوي 45 درجة إذن المجموع ديالهم EDC زايد ECF كيساوينا 90 درجة ونعلم أن مجموع قياسات قياسات زاوية المثلث تساوي 180 درجة إذن درجة أي أن C D تساوي 90 درجة يعني في الرأس E كان عندي زاوية قائمة ومن إذا كانت زاوية قائمة يعني أنك عمود ومن D تساوي 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 12 صفحة 228 منظر بعيات خاصة تساوي اشترك 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 1 2 3 اشتركوا في القناة